بنصبح على حالكم مرة تانية ودلوقتي يجي معدنا مع أخبار التقسي بالتفصيل وهيئة الأرصاد بتتوقع أنه لسه التقسي مكمل في شدته وهيكون شديد الحرارة رطب على قير الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وحارة رطب على السواحل الشمالية لكن بالليل هيكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على باقي الأنحاء لمزيد من التفاصيل عن أخبار التقسي معنا على تيفون دكتورة منار غاني وضو المركز الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير صباحاً على حضرتك والسددينة والصباح الخير على فلس هذا مشاهد من أهلاً بكبه أخبار التقسي النهار ده إيه وحسين كمان من مبارح أن أحساسنا بدرجة حرارة الجو أعلى من المعلن في الدرجات بالفعل وطبعاً ترتفعات كبيرة في نسب الرطوبة على مدار اليوم فترات النهار وفترات الجيل نتيجة استمرار امتدار منحفظ الهند النوستني على مدارية مصر العربية صباحاً ده بيزود نسب الرطوبة وده بيزود احساسنا أكثر فيه ارتفاعات درجات الحرارة عن قيم درجات الحرارة المقصف الثالث اليوم متوقع العظم على القاهرة الكبرى سيكون 34 درجة مقوية لكن احساسنا بيها يكون 38 درجة مقوية بسبب ارتفاعات نسب الرطوبة اللي بنشعر به فترات النهار وفترات الجيل احساسها بالطقس خلال فترة النهار طقس شديد للحرارة راسب على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري محافظات شمال وجنوب السعيد وايضاً جنوب جناء طقس حر راسب على سواحنا الشمالية وده اغلب المناطق المصلى على البحر المتوسط خلال فترات الليل ومع غياب اشعة الشمس ايضاً بنشعر به ارتفاعات درجة برطوبة وبنخصد الاجواء المائلة للحرارة على اغلب مناطق الجمهورية خلال فترات الليل اجواء مائلة الحرارة كمان خلال فترات الليل لكن في بعض الفترات المساء يعني تحديداً مع ساعات المغرب والساعات الاولى من الليل بيبقى فيه نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 الى 40 كم نشاط الرياح ده بيقلل احساسنا بنسب الرطوبة خلال فترات المساء تحديداً لكن باقي ساعات الجيل بيبقى فيه درجة سرعات الرياح ده معايا احساس بنسب الرطوبة عشان كده في شفورة مائية خفيفة تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المساطقات المائية وبتأدي لانفطات طرقية الاطقية على اغلب الطرق دي مهم جداً ناخد بالنا منها هي معاية تكون الشفورة المائية دايماً مثل ساعات المتأخرى من الليل يعني تقريباً 3-4 ساعة وستمر حتى 10 عشان عايزين نطمن على حالة البحر الابيض المتوسط والاحمر وكمان هل فيه موجات حرة قادمة هيتم رصده على خراية التقس خلال العشر ايام القادمة يعني خلينا نقول نحن مع نهايات الاسبوع بداية الاسبوع المهمل ان شاء الله يكون فيه استفاع قصيب في دربات الحرارة احنا خليل هذي الايام نسجل ما بين 33 و 34 و 30 درجة مقوية لكن مع نهايات الاسبوع هتوصل ل 35 و 30 درجة مقوية مع طبعاً استمرار الاستفاع نسب الرطوبة مع نهايات الاسبوع هنحص أكثر باستفاع دربات الحرارة أما حالة الملاحة البحرية على البحر المخاطط وهي معتدل تماماً ومؤهل لجفة أعمال الصيب والملاحة البحرية لكن البحر الأحمر معتدل المضرب استفاع الأمراك بيوصل لتين مستمت وخاصة كمان بيتستفاع نوج أكثر في عمق البحر الأحمر هذا القولين هو يعني غير معهل لأعمال الصيب والملاحة البحرية أنا بشكر حالك شكراً جزيلاً دكتورة منار غاني موضوع مركز الأعلامي لهاية الأرصاد الجوية تعالوا نتابع مع بعض درجات الحام متوقع النهاردة على محافظات الجمهورية وهنبدأها من القاهرة العظمة 34 الصغر 25 الإسكندرية 31-23 مطروح 30-24 سيوى 37-24 بورسعيد 32-25 ضميات 31-25 إسماعيلية 35-24 السويس 35-24 العليش 33-24 طابع 37-26 كاترين 35-19 شرم الشيخ 39-29 الغردقة 38-30 الفيوم 35-25 بيسويف 36-25 المينيا 37-25 السيوت 37-25 سوهاك 38-26 قناء 41-27 الأقصر 41-28 أسوان 42-31 الوادي الجديد 42-25 شرم الشيخ 40-31 وأخينا الحلايب 36-28 بكده حاولنا نطمئ لحضاتكم مع الحالة تتجاوب التفصيل النهاردة وخلال كام يوم الجايين برجع مرة تانية لجمانا ومصطفى لكي أكمل معكم فقرة صواحية مصر شكرا لك يا دين شكرا لك